اشتركوا في القناة اعلن منذوب الهكومة لدى بلدية جمينة دقوية عقوبة بداية مسابقة الدورة الأولمبية للرياضية وذلك لمادة الرياضية تقرير أدم حسن المكاوي باختلاف ليس ببعيد عن الأولمبيات الست الماضية الدورة السابعة لسباق أولمبيد الرياضيات للمدارس الابتدائية الحكومية والأهلية بأنجمنا تعود هذا العام بحلة جديدة ألقي فيها الدور الثاني للأولمبيد وقلص عدد المتسابقين فهذه المرة يكون نصيب مشاركة كل مدرسة بطالبين اثنين وهما الأوائل في الصف الخامس والسادس بالجملة ثمانمائة متسابق سيسجلون بالأولمبيد لهذا العام وفي نهاية هذه المسابقة سيتحصل العشر الأوائل على منحة لإكمال دراسات مرحلة المتوسطة والثانوية بالمجمع التعليمي الدولي بحر المدير العام للمجمع التعليمي بحر حسن سيرج قال بأن إقامة المسابقات تمثل إبراز واتشاف المواهب الطلابية في المجال العلمي وخاصة في الرياضية وذلك وفقا لسياسة الحكومة منذب الحكومة لدى بلدية جمينة الدوغو يعقوبة بعد إطلاقه مسابقة أولمبيد رياضيات صرح بأن هذه النشاطات تظهر مدى التعاون بين تشادي وتركيا وأن هذه المسابقات فرصة للطلاب لتعزيز مواهبهم في التخصصات العلمية التي نحن بأمس الحاجة إليها